اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع شرق دير البلح وسط قطاع غزة وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه رعاة الاغنام والاراضي الزراعية شرق مدينة دير البلح كما واطلقت قوات اخرى متمركزة شرق خان يونس جنوب القطاع النار تجاه الاراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس واجبرة المزارعين على الانسحاب من اراضيهم يذكر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد بشكل يومي التنغيص على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين شرق وشمال القطاع لاجبارهم على ترك مزارعهم